تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 736 قضية تموينية بمضبطات بلغت 885 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط 107 أطنان وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزياد من السعر الرسمي فتم ضبط 637 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي تم ضبط 141 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية من بينها 258 قضية خبز ناقص الوزن و169 قضية خبز غيج مطابق للمواصفات